للمزيد من المتابعة حول الإجراءات المقامة في أحد من مناطق المملكة ينضم إلينا من مطار الملك عبدالعزيز الدولي مراسل إخبارية عبدالله الغامدي في جدة وأيضا من القاسي مراسلنا سعيد الحمد مرحبا بكما جميعا ومساء الخير أبدأ معك عبدالله الغامدي من مطار الملك عبدالعزيز في جدة وأنت في أحد المنافذ المعتمدة للمملكة عبدالله ما الجديد لديكم؟ ما هي الإجراءات الاحترازية اليوم حول فيروس كورونا؟ في البداية أمسي عليك زميلة أمسي على مشاهد الإخبارية في كل مكان نحن نتواجد هنا بالطبع في صالة القدوم في مطار الملك عبدالعزيز وتحديدا في هذا المكان وهو الخط الأول لوصول القادمين من خارج المملكة الحقيقة تم اليوم فحص ما يقارب من 4500 قادم إلى هذا المكان جميعهم ولله الحمد لا يوجد بينهم أي حالة جميع الإجراءات هنا تتم على قدم وساق وتتم على جميع القادمين إلى المملكة أيضا هناك معلومة أخرى هو أن أي شخص يوجد إليه أي نتيجة غير طبيعية أو حرارة مرتفعة يتم تحويله مباشرة إلى نقاط الحجر للتأكد من سلامته ما نود التأكيد عليه بأن هيئة الطيران المدني قامت وتقوم كل يوم بتعقيم جميع الأجزاء الداخلية لمطار الملك عبد العزيز سواء المغادرة أو القدوم وأيضا بالتعاون مع الناقل الوطني والنواقل الأخرى يتم تعقيم بوابات الطائرات وداخل الطائرات وأيضا الأماكن الأخرى التي يتم من خلالها مرور المسافرين أو القادمين ما نؤكد عليه بأن جميع الإجراءات ما زالت مستمرة والفحص مستمر سواء عن طريق الكاميرات الحرارية أو عن طريق كاميرات اليد الحرارية أو أيضا عن طريق إعطاء بعض اللقاحات التي تعطى للقادمين والمبوئين من بعض الدول سواء كانت شلل الأطفال أو غيرها يتم إعطائهم نقاط مباشرة عن طريق الفم أيضا الجوازات تقوم بعمل نقطة فرز أولية للتأكد من جهة القدوم الخاصة بالقادمين من أي بلد للتأكد من أنهم لم يقدموا أو لم يصلوا من أي بلد موبوء ما نود أن نؤكد عليه بأن جميع الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة تصب في مصلحة الجميع أيضا نؤكد على وجوب اتباع التعليمات التي تنفذها وزارة الصحة وأيضا البعد قدر الإمكان عن الشائعات وأخذ الخبر الرئيسي من مصدره نعم عبدالله الغامدي ابقى معي بعد إذنك أرجع لك بعد قليل نذهب الآن إلى القصيم مراسلنا سعيد الحمد سعيد مرحبا بك مرة أخرى ومساء الخير سعيد على باب هذا الإجراءات الاحترازية التي تقيمها المملكة للحد من تفاشي فيروس كورونا نعم زميلي محمد مساء الخير أتحدث إليك من منطقة القصيم حيث لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفايروس كورونا حتى هذه اللحظة على الرغم من هذا الأمر إلا أن الحملات التوعوية والمبادرات الصحية هنا قائمة على قدم وساق منذ أيام انطلقت مبادرة قادها التجمع الصحي بالتعاون مع رابطة التواصل الاجتماعي وبتجشين ومباركة وإشراف مباشر من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل ابن سعود بن عبدالعزيزة لسعود أمير منطقة القصيم استهدفت هذه الحملة التوعوية عدد كبير من مشاهير التواصل الاجتماعي لنشر ثقافة الوقاية من فيروس كورونا كما تم إطلاق أيضا وتجشين مبادرة مميزة من نوعها تحت شعار السلام بالنظر وكانت أيضا لبدء تفعيل عدم المصافحة بالاجتماعات الرسمية وأيضا المناسبات الاجتماعية استهدفت هذه الحملة الجهات الحكومية وقصور الأفراح والمقاهي والحدائق والأسواق وجميع الأماكن العامة التي غالبا يتواجد بها عدد كبير من الناس كما أيضا تم إطلاق كثير من وتكثيف حملات توعوية بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية وأيضا الأندية الرياضية في كافة محافظات منطقة القصيم لنشر أيضا الوقاية على حسابات التواصل الاجتماعي سعيد الحمد مرسلون من القصيم شكرا لك نذهب إلى مرسلنا من جدة عبدالله الغمدي عبدالله أختم معك بسؤال أنتم اليوم في جدة تشهدون حالة جوية نوعا ما مختلفة وهي موجة الغبارة التي اشتاحت جدا من الصباح الباكر مع هذه الموجة الغبارية وأيضا مع الإجراءات التي تقيمها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا كيف تسير الحياة الطبيعية لديك في جدة؟ زميلي محمد الحياة الطبيعية ولله الحمد تسير في محافظة جدة كما هي مثل مناطق المملكة الأخرى هناك موجة غبار شديدة بدأت تقريبا من الساعة العاشرة صباح اليوم وما زالت مستمرة وحسب تنبؤات الأرصاد بأنها تستمر بإذن الله إلى بعد العاشرة الوضع الطبيعي ولله الحمد جميع الإجراءات المتبعة مسبقا هي نفس الإجراءات المتبعة التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة سواء فيما يتعلق بالوقاية من كورونا أو الوقاية من حملات الغبار قائمة ما نود أيضا أن نؤكد عليه بالنسبة للوقاية هنا في المطار أن الرحلات مستمرة وتصل تباعا حتى انتهاء الفترة المحددة من قبل حكومة المملكة والتي حددتها لجميع شركات النقل للوصول إلى هنا أبدالله الغامدي مراسلنا من جدة شكرا جزيلا لك